في أول مناظرة تلفزيونية للمرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون تواجه أو يعني تتم المواجهة بين خمسة متنافسين حصلت يوم الجمعة بالفعل للدفاع عن وجهات نظرهم سعياً طبعاً للظفر بهذا المنصب المهم جداً المشاركين في المناظرة اللي استغلقت 90 دقيقة ركزوا على نقطتين مهمين جداً نقطة الدرائب لأن كل الشعب البريطاني بيتكلم عنها مؤخراً ونقطة الأخلاق السياسية قام المتنافسون في وقت سابق الجمعة أيضاً بحملة انتخابية على الإنترنت حددوا من خلالها أولوياتهم وسعوا إلى كسب ود المحافظين وذلك قبل أن يشاركوا اليوم الأحد في مناظرة أخرى تسبق تصويت النواب المحافظين الاثنين بكرة عقب تقلص عددهم على الأرجح إلى أربعة في الغالب هما حيرسوا في الآخر على أربع مرشحين من المقرر أنه يحصل تصويت آخر ومناظرة تلفزيونية يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يختار النواب المحافظون المرشحين اللي هما حكونوا الاثنين النهائيين يوم الأربع القادم المرشحين الخمسة المتنفسين يعني طبعا اللي بيتنفسوا على خلافة منصب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين الجمعة ده بدأوا الرديل أو بالفعل عفوا بدأت المنفسة دي خلال أول لقاء تلفزيوني لهم وجها لوجها في وقت بتزداد المنفسة فيه بشراسة ما بينهم لا يزال هناك خمسة متنفسين في الصباق اللي انطلق بعد الإعلان الخميس الماضي عن استقالة جونسون اللي طبعا يعني أعقبت سلسلة من الاستقالات على خلفية سيل كبير من الفضائح تمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية بني موردنت ووزير المال الصابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادنش والنائب توم توجند هانت من مناقشة رؤيتهم على القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة المرشحين رفضوا الانسياق وراء الجدل أو تقاضف تهم شخصية فيما بينهم مؤكدين انتماءهم المشترك إلى عائلة المحافظين لكنهم في نفس الوقت شعروا في نفس الوقت يعني لبقى الإحراج عندما سئلوا هل بوريس جونسون صادق؟ هم تسألوا السؤال ده ردودهم الحقيقة كانت مختلفة بدنش مثلا ردت وهي بتضحك ورحت قيلة ساعات أو أحيانا توجند هات رد مثلا قال لا هو كده قولا وحيدا هل بوريس جونسون صادق؟ رد قال لهم لا هو مش صادق ولما قال كده أو رد الرد ده كان فيه تصفيق كبير جدا من الحضور معرفش هل ده لأنه بيأيدوه في وجهة نظره ولا بيحيوا شجعته أنه هو يرد الرد ده في حين أعطى المرشحين التلاتة الآخرين إجابات غامضة اتقال أنها ما كانتش يعني مفهومة أوي ريشي سوناك البالغ من العمر 42 عام رد قال أو تكلم قال أنه فخور بالمشاركة في حكومة جونسون لكنه استقال الأسبوع الماضي لأنه اعتبر أن هذا يكفي وقد حل أولا يوم الخميس في تصويت ثاني نظمه نواب حزب المحافظين لتقليص عدد المرشحين متقدما على كل من موردند وتراس في استطلاع كمان اتعمل هناك أظهر وهذا الاستطلاع شمل 1159 من المشاهدين اللي بتفرجوا على القناة التلفزيونية البريطانية واللي ليهم حق التصويت المؤسسة دي أجرتها أوبينيوم وقالت أنه 36% من العدد ده بيعتقدون أن توجنهات الذي خدم في الجيش البريطاني كان الأفضل في المناظرة يلي على طول سونك بحسب 25% من المستطلعين في 6% فقط رأوا أن تراس كانت الأفضل مقابل باني موردند وبادي نوك التي حصلت كل منهما على 12% من الأصوات المستطلعة أرى هم